أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في منطقة الصف بالجيزة بإجراءات سريعة تحقق عائداً اقتصادياً من خلال أنشطة متكاملة تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي جاء ذلك خلال جولته بعدد من المشروعات بمحافظة الجيزة استهل لها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاثثمارية بالصف التي تقع داخل نطق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار وتفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المشروع والتي تتمثل في أحد نماذك الورش بالمنطقة الاثثمارية وأيضاً فيلا سورناجا العريقة حيث تابع رئيس الوزراء أعمال الترميم والتجديد التي خضعت لها كما تفقد مرسى أنيلو مركزاً حضارياً للمرأة وعدداً من المشروعات التي تتكامل جميعها لتقدم خدمتها لمواطني الجيزة ترجمة نانسي قنقر